أثار المدينة الأثرية العريقة توساليت بعد أكثر من سبعة ألاف سنة من بنائها أغلب الظن أن توساليت هي مسقط رأس الملك شيشناق الذي يحتفل الجزائريون كل عام بذكرى انتصاره على الفرعون رمسيس الثاني ابتسام جوش معصرة حفرت بجبل بإفكر عين الفكرون مذ أكثر من سبعة ألاف سنة قبل الميلاد وهي أصغر جزء من مدينة أوساليت الممتدة على أكثر من مائة هكتار المدينة القلعة كانت محاطة بصور متوق لم يبقى منه إلا بعض الحجر والحفريات الوحيدة التي تمت بها قام بها أبناء المنطقة الفضوليين والولوعين بتاريخ الجزائر الضارب في أعماق التاريخ لوساليت أو لوساليثيوم أو لوساليثيا معناها هضبة الملوك أو بالأنزغية تنبيط إقليل هذه المدينة كانت سباقة في الحضارة وهي عريقة جدا في التاريخ وتشتمل هذه المدينة على جزء ساكني وقبور تلكارية للمنطقة لدينا بذرة الزيتون والعظمة الأخرى في السكولات يعني هيك العظمة عن الإنسان لوكاربون كاتولز يقول بلي أكثر من سنة 4500 سنة إلى 7000 أوساليت مسقة رأس القائد العسكري سيشناق سيشناق بات يعرف بمين الأول قاهر الهكسوس ومؤسس العائلة الفرعونية الثالثة والعشرين أبناء أوساليت بنوا له ولمن عاصره من المحاربين الراحلين إلى مصر أضرحة نمزية عددها بالموقع 280 نحن هنا في الموقع الأم أو الموقع الأصلي لأجداد سيشناق واللي راحوا معاه يعني هنا تتمثل المنطقة قبور تلكارية قبور على حسب المقام وعلى حسب الرتبة للمحاربين المدينة الأثرية باتت تهددها المحاجر رغم ذلك فهي تحتفل وأبناء الجزائر بذكر انتصار الملك الأمازيغي